بمناسبة برور مئة عام على إجراء والانتخابات للمجالس البلدية تحتفي مملكة البحرين بما حققه العمل البلدي خلال السنوات الماضية من منجزات وطنية فاعلة طالت مختلف المجالات وما تحقق من قفزات نوعية للعمل البلدي خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلد المعظم حفظه الله ورعى للعمل البلدي في مملكة البحرين تاريخ طويل مليء بالمنجزات التي تضيء المسيرة التي استمرت لأكثر من مئة عام شهدت على أبرز مراحل التطور وسطرت من خلالها السواعد الوطنية نجاحات كبيرة تمثلت في تطوير وتنظيم العمل الخدمي والإداري والمجتمعي بشكل عام علاوة على إشراك أبناء الوطن في عملية صنع القرار منذ وقت مبكر جدا ليكونوا جزءا لا يتجزأ من ثوابت مسيرة النماء والتطور التي سارت بها المملكة منذ أن كانت مملكة البحرين تملك تاريخ عريق وريادة في مجال العمل البلدي قبل 105 أعوام تقريبا تأسست بلدية المنامة كأولى البيديات على مستوى المنطقة لتشكل انطلاقة للعمل الإداري والخدمي في مملكة البحرين في عام 1920 صدر القانون الأساسي لبيدية المنامة وهذا القانون وضع الإطار والحوكم لإدارة البيدي وهو قانون متطور في ذاق الوقت ونظم العمليات والخدمات البيت تقدمها البيدية في عام 1924 والذي يتزامن في هذا في شهر سبتمبر مع مرور مئة عام على أول انتخابات المجال السلبيدي في مملكة البحرين هذه الانتخابات تعكس عراقة المشاركة الشعبية في مجال صنع واتخاذ القرار على المستوى الشعبي في مجال العمل البلدي أي أن الدمقراطية في مجال العمل البدي عريقة في مملكة البحرين حكام مملكة البحرين كانوا ولا زالوا يشكلون المثال المتحضر للدعم والمساندة للمنجزات الوطنية في شتى المجالات وعلى رأسها العمل البلدي الذي يلامس حياة المواطنين بشكل مباشر وفي العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم ازداد الاهتمام بتطوير العمل البلدي والارتقاء به إلى مستويات متقدمة جدا تزامنا مع المشروع الوطني لسيدي حضرت صاحب الجلالة عاحل باد المعظم حفظه الله ورعاه في عام 2001 تم عادة إحياء وأطلاق تجربة المجالس البادية بنموذجها الحديث المتقدم من خلال تشكيل المجالس البادية التي حدد قانون البادية والاحتاح التنفيذية العديد من الاقتصاصات التي تعزز وتكرس المشاركة الشعبية في مجال العمل البلدي من خلال ست دورات بلدية لغاية اليوم ترسخت وتراكمت الخبرات والمعرفة في مجال العمل البادي ولم يعد العمل البادي مجموعة من الخدمات التقليدية والروتينة تقدم المجتمع اليوم أصبح العمل البادي ركيزة أساسية من ركائز التنمية الحضرية المستدامة من خلال مجموعة من الاقتصاصات الحكومة المؤقرة برأس سيدي صاحب السمو الملكي وليل أحد رئيس مجزر أحفظه الله ورعاه خرصت على دعم المجال السلبيلية كأحد رافض المشروع الوطني الجاتم لكي حفظ الله ورعاه من خلال توجيه الوزارات بتسخير كافة الإمكانيات والموارد لدعم المجال السلبيلية مستقبل زاهر تؤسس له هذه الجهود الوطنية المخلصة التي تبذل كل ما في وسعها للارتقاء بالعمل البلدي وتطويره ليكون شريكا فاعلا في العديد من المنجزات الوطنية التي تعمل المملكة على تحقيقها من خلال سواعد أبنائها الوطنية البناءة التي تضع تطور ونماء الوطن فوق كل اعتبار ترجمة نانسي قنقر